السلام عليكم الابنات ومرحبا بكم في قناتكم ياسمين للخياطة والتفصيل نرحب بكم في فيديو جديد وموديل جديد من الموديلات الصيفية في هذا الفيديو عندي هذا القمش لمدير حالة فيه عدة ألوان تقدروا تختاروا اللون لنسبكم نحتاج منه هنا عندي متر 2.4 زبونة جابت لي متر 2.4 وانتو ما بترتين راح تختموا هذا الموديل اللي معي البيين نحتاجوا حوالي 10 مترات وأيضا الخيط بنفس الدرجات اللون تالبيي تبعوا معي الابنات نحن نشارك معكم هذا الموديل اللي يكون فيه لاستيك تعلقنات لبطوهم مني بزاف خلاص في التعليقات بإذن الله خطوة بخطوة نروحوا مباشرة بنما نطول عليكم لطريقة التفصيل وأول خطوة بديت بها هي أني طويلت القمش من جهة الطول يعني لا لزيار راح تكون على الجنب متر 2.4 وتقدروا تستعملوا حتى متر 2 كما قلت لكم هنا نحيت أولا هذا القطع القطعتين الأوليتين نحن يكونوا للكشكشة درت فيهم قيمة حوالي 25 أو 20 سنتيمتر كما تحبوا لبنات ألحظة بالطولة الكشكشة اللي بغيتو والقطعة الثالثة راح تكون فيها قيمة 35 سنتيمتر اللي هي راح نخليها لقيمة ليمانش وتبقى لي حوالي 90 سنتيمتر للقطعة العلوية راح نخلي لكم كامل القياسات باشتفهموا أكثر مباشرة نحن نحي هذه القطعتين هذه القطعتين بنفس القياس من 20 حتى 25 سنتيمتر راح يكونوا للكشكشة للجهة الأمامية والخلفية أما هذه القطعة اللي فيها قياس 35 سنتيمتر راح تروح للحق ليمانش تقدروا تديروا أقل كما تحبوا تبقى لي هذه القطعة نطويها بهذا الشكل مباشرة على أربعة ونفصل معكم جهة الأمام والخلف هذا اللغوب جي تحفة في اللبس تحاو طريقة التفصيل من أسهل ما يكون نعطيكم العرض على القومش هو مطوعة لأربعة في حوالي 35 سنتيمتر طبعا القومش هنا راح نشربته قبل ما نفصل نبدأ بالقياس تلكارير ديفون حتى للنقطة تلكزر هذا المنطقة كامل راح تكون بلاستيك تلكانات يعني ما تخافوش نية أيام في العرض في هذا الجهة هنا راح نعين قيمة 15 سنتيمتر طبعا الجهة المغلقة ونزيد توسيع 10 سنتيمتر لحق لستيك تلكانات هنا اللبناء تقدروا تزيدوا توسيع حتى الـ 15 سنتيمتر يعني تدوي القيمة للقومش كامل خليوا فقط المكان تلك الحردة تلك الابت وللمنتصف تلك الحردة تلك الابت والجزء المتبقي كامل راح يروح في لستيك يعني العرض في القومش هنا ما يهمش لإني راح نستخدم لستيك تلكانات ننزل بقيمة 15 سنتيمتر نفس القيمة اللي دخلت بها وزدت توسيع لحق لستيك 10 سنتيمتر طبعا القومش هم مطوعة لأربعة وكأن يزدت 20 سنتيمتر من هنا راح نضي العرض كامل اللي هو 35 سنتيمتر لدورة الصدر لإني كيما قلت لكم هذا المنطقة كاملة راح تروح بلاستيك تلكانات يعني راح نجملها بلاستيك ما نخافش نهائيا نربط بخط بهذا الشكل تقدروا أيضا تديروا خط ماء بهذه الطريقات تدخلوا من منتصف بواحد سنتيمتر عندكم حرية الاختيار والباترون راح نخليه كيما هكي البنات ما نشح نجيس فيه نهائيا تقدروا تنقصوا واحد سنتيمتر في خط الخسر أنا هنا ما نشح نقص هنعين فقط خط الخسر نحن ننزل بقيمة 20 سنتيمتر ولا 18 ولا 19 هذو القياسات راي تتبدل طبعا هنا راي ننزلت بقيمة 18 سنتيمتر بهجيني القيمة على سيك تلعة شوية هذا الباترون ما كانش ما أسهل من هكي القيمة الأولوية كاملة هتروح للكشكشة ومن تحت رح يجي أريض ما شاء الله هذو الغابر رح تكون ميدي هنا رح ننزل طول الكلي رح ندير في هذو القطع قيمة 90 سنتيمتر من بعد نزيد لها القيمة 20 سنتيمتر لحق الكشكشة نتحصل على 1 متر و 10 سنتيمتر طول الكلي وطبعا نزيده 10 سنتيمتر تحقي الأكمام على الجهة الأولوية يبقى لنا 1 متر و 20 سنتيمتر هذو الغابر راي ميدي مولا تل هذو الغابر راي شوية طويلة بسلامتها هنا رح نفصل معاكم الجهة السفلية فقط رح نفتح هذه الجهة بالمقص يعني ما فيها حتى تفصيل من أسهل ما يكون ما تنسوش تكرونتي والخطة الخاصة من بعد رح نفتح هذه القطعتين ونرسم هذاك الخط وأيضا ما تنسو ليش لبنات هذه الميلان عن الجهة السفلية ترتفع من 4 حتى 5 سنتيمتر وتعينوا هذه الميلان بهم بعد تلسقوا هذه القطعة الكشكشة لما تديروا فيهم الميلان لاحظوا معايا اللبنات فتحت معاكم قطعة واحدة فقط ما تنسوش إنكم تكرونتي بجهة الخصر لأنه هذكي النقطة الأخيرة لاسيك لاحظوا معايا مني كرونتيت رح نرسم خطوط على بعد 2 سنتيمتر ولكن الجهة العلوية رح نخلي قيمة 3 سنتيمتر ما نشح نرسم عليها الخط لإني رح ندير فيها كوفة من بعد تفهموا معايا لها استعملت معاكم هذه الطريقة يعني نرسم خطوط من خط الخصر ونبقى نطلع بـ 2 سنتيمتر وطبعا الخطوط اللبنات أرسموهم على الوجهة الصحية حاولوا تستعملوا قلم الرصاص ولا تستعملوا تباشير أنا هنا استعملت السيالة ولكن مشيت خطوط خفيفة خلاص يعني نشوفها أنا بالكاد يعني كنقرب الماشينا ونمشي الضوبة نشوف الخط حاولوا فقط أنكم ما تقوي وش القلم في هذه المرحلة في كل مرة بعد بـ 2 سنتيمتر ونرسم خط كنوصل للجهة العلوية نخلي مسافة 3 سنتيمتر اللي هي رح ندير فيها هذه الكفة نطوي طاية صغيرة ونعود ندير طاية ثانية بهذه الطريقة تبعوا معي في الماكينة الخياطة رحين تفهموا أكثر نرسم كامل الخطوط على بعد 2 سنتيمتر تقدروا تزيد ولا تنقصوا كما تحبوا ولكن من الأفضل تديروا 2 سنتيمتر لاحظوا معي هنا رأني رسمت معكم الخطوط وخليت هذه المسافة 3 سنتيمتر على الجهة العلوية كما رأيكم تلاحظوا الخطوط رسمتهم بخط خفيف خلاص يعني ما يبنوش نهائيا بعد ما كملت هذه القطعة هي رح تكون للجهة الأمامية هي الجهة الأمامية والخلفية بنفس القياسات ما كانش فرق هنا رح نجيب القطعة لنحيطها معاكم لو أرطحها 35 سنتيمتر تعليمانش ونفصلها معاكم ونطويها على أربعة بهذا الشكل نعدل فقط الحواف نحظوا معي البنات هذه رح تكون الجهة المغلقة ولا المطوية على أربعة نجيب الحردة ولا عفوا أنا المنتصف تحردة العبت نحطها بهذا الشكل ونعاود نرسمها نفسها طريقة سهلة جدا نعاود نرسم نفس هذا الخط بدون أي قياسات نحن نعطيكم القياسات بالشارة المتري من هذا الجهة حوالي 24 سنتيمتر هذه المنطقة رح يكون فيها لستيك من جهة الكتفين ومن الجهة السفلية أيضا رح يكون فيها لستيك رح ندي قيمة حوالي 30 سنتيمتر نعين هذا النقطة ونربط بنتهم بهذا الشكل فقط باليد نجيب المقص ونفصل معاكم المنش من أسهل ما يكون هذه نتيجة ليتحصلت عليها لكم رح يكون بهذه الطريقة رح يكون لستيك من الجهة العلوية أيضا الجهة السفلية لاحظوا معايا حاول نشرح لكم الطريقة اللي تركبوا بها المنش رح تكون لغوب بهذا الشكل لستيك رح يكون للجهتين وأيضا لغوب كامل رح تكون بلستيك تلك القناة حتى للخسر تمنى فقط أن يكون الشرح مفهوم نروحوا مباشرة للماكينة خياتها هنا رح نخيط على الوجه الصحيح كما قلت لكم درت خطوط خفيفة خلاص هنا رح يتبان معاكم شوية وخليوا قيمة 3 سنتيمتر على الجهة العلوية بالنسبة للسيك تلك القناة تلاحظوا معايا خليت قيمة 3 أو 4 سنتيمتر بالنسبة للسيك تلك القناة وزم الخياتة نخيط معاكم مباشرة ولكن قبل حبيتنا تلكم الجهة الخلفية خيطها قبل ما نخيط الجهة الأمامية لاحظوا معايا النتجة التي تحصلت عليها من أرواع وأسهل ما يكون لفينيسيون رح تكون رواعة الجهة الداخلية والخلفية وطبعا ما تنسوش تخليوا هذه القيمة 3 أو 4 سنتيمتر على الجهة العلوية هنا رح نخيط معاكم طبعا بالخيط ولا لستيك الأبيض لأنه نقومش فيه اللون الأبيض خليوا هذه القيمة 3 سنتيمتر بدأوا مباشرة بالخياتة ما تنسوش البونداري لاسيك رح يكون في البورتكانات الجهة السوفلية والخيط على الجهة العلوية أنا هنا اللي بناتلي الأمانة بالنسبة للبورتكانات عندي واحدة نستعملها لهذا الخياتة لاسيك وعندي واحدة نستعملها للخيط لأنه لاسيك يفستلكم البورتكانات اللي عندها تقدر تستعمل واحدة تخليها دايما لاسيك وواحدة تخليها للخيط وإذا حبيتوا تستعملوها نفسها لما عندها بورتكانات ثانية تحاول أنها توسع شوية في الفيس اللي جاي في البورتكانات لأنه لاسيك جاي شوية خشين ما هوش كالخيط سنتبع فيها كالخط اللي كنت رسمته نمشي غير بشوية وكينوصل النهاية ما تنسوش طبعا اللي بنات البوانداري وما تقصوش الخيط هنا اللي بنات تركزوا هزوا الرجل أيضا الإبرة ونضار بهذا الشكل للخط الثاني بهذا الطريقة اللي بنات العفيني سون رح تكون تحفر وما يكون حتى خطأ بنفس الخطوات نتبع الخط الثاني نفتح بقدي القماش والكشكش رح تتشكل وحدها لأنه لاستيك في الجهاز السوفلية طريقة سهلة فقط تحب التركيز حاولوا ترسموا خطوة ترقيقة واتبعوها أنا هنا رح نكمل الخياطة وكيفضلي لستيك في البورت قنات رح نأتي لكم الطريقة بهتعمروها نستنى فقط أنه يفضلي لستيك ونقاود نأتي لكم الطريقة كيفضلكم لستيك آدي اللي بنات تتوقفوا في الخياطة وتعاودوا الخط نجيب معكم لبنات لستيك ونجيبوا القناة ندخلوها عادي كما ندخلوا أي خيط لحظوا طريقة لبنات تحكموا هذه الجهة وتضبروا ما تجدوا تزيروا ياسر ما ترخفوا لستيك خلاص يعني عادي جدا باليد تمنا فقط أنه يكون الشرح مفهوم كما سنعمر عادي جدا حاولوا فقط أنكم تزيروا لستيك ياسر تبقى تضبروا بهذه الطريقة نعمرها بالقدر لي كفيني حاولوا أنكم تعمروا عامل بها لا تبقوا كل مرة توقفوا في الخياطة وتفسدوا هذه الخطوط نكم نعمرها ونفوت لستيك من هذه الجهة كما ملف نتعامل مع الخيط عادي جدا لحظوا مع يا بعد ما كملت الخياطة من المبتدئات يركز على هذا التفاصيل نحاول نمتلكم أي معلومة هنا نضغط الكفة الأولى والكفة الثانية في جهة الظهر نضغ خياطة صغيرة فقط طية صغيرة عفوا ونعود الطية وندخل هذا لستيك لبنات على بعد 1 سنتيمتر هذا لستيك في 1 سنتيمتر لبنات يعني لستيك ديروها قبل ندخل سنجيب البي ونخيط على الجهة العلوية على الحافة مباشرة نجبد البي ونخيط طبعا الجهة العلوية غير لا لحظ الطريقة البي هنا سنخيط على الجهتين وطبعا الخيط بنفس لو نركز لبنات على فني سيون نجبد الكفة بهذا الطريقة ونخيط على الحافة من بعد سندخل تحت الكفة التي كنت تحت طريقة سهلة جدا نخيط الجهة الأولى ونعود نخيط الجهة الثانية وهذه نتيجة التي حصلت عليها الخياطة ستكون منفين خاصة الخياطة الداخلية نجيب بلاستيك القيمة على السيك بالضبط فيها 20 سنتيمتر ستكفي نجيب هذا المساك وندخله في الكفة ركز لبنات نحكم الحافة الثانية ونفوت المساك بهذه الطريقة ونخيط للجهتين يعني الجهة الأولى والجهة الثانية هذه نتيجة التي حصلت لها من أرواع ما يكون الفق سيكون واضح لبنات تخيط هذا الموضيل وتخلي هذه الكفة الألوية بلا هذا سيك ستكون طايحة وتجيكم شوية أغيانة من الجهة الألوية تستعملوا هذه الطريقة سيقدمكم النتيجة لبنات من أرواع ما يكون طبعا نفس الطريقة سنخدم بها للجهة الخلفية ولكن الجهة الخلفية لا نشأ نضيف فيها البي سنخلي فقط الجهة الأمامية بهم فرق الجهة الأمامية من الخلفية ننزل الجهة السفلية نكرونتي من جهة الوسط ونجيب هذا الشريطين اللي كنت نحيد معاكم في أول الفيديو ولكن أولا الجهة العلوية رح ندير لهم البي كما خدمت معاكم الجهة العلوية على الصدر في هذا الغوب البي رح ندير فقط للجهة الأمامية تقدروا تخيطوا بهذه الطريقة ولا تحطوه مباشرة على الوجه الصحيح بهذا الشكل عندكم حرية الاختيار ولي تحب تستعمل طريقة لي رح نخدم معاكم في هذا الغوب تبعوا معايا فقط القماش على جهة الخلفية والبي على الوجه الصحيح نخيطوا على الحافة طبعا نفتح هذه الكفة صغيرة بعد ما نكمل نخيط لاحظوا معايا نضبر البي على الوجه الصحيح ونخفي الخياطة تماما من أسهل ما يكون وهذه الخطوات لبناء اختيارية تقدروا القماش عادي جدا هنا سنلص قلبي ونستعمل معاكم طريقة الكشكشة وهي نخيط بغرزة تكون كبيرة هنا بعد نخيط البي ننزل بحوالي نصف سنتيمتر وللحفة مباشرة ونخيط بأكبر غرزة موجودة عندكم في الماكينة أنا نستعمل رقم 5 نكبر فرق من الغرزة وأيضا نكبر في طول الخياط نخيط بعد نجبد الخيط لاحظوا معايا بعد بحوالي مليمترات فقط على الخط تلبي نجبد جهة واحدة من الخط ونتحصل على هذه الكشكشة طبعا ما تنسوش انكم تحددوا المنتصف حتى في هذه القطعة الطول تح 20 سنتيمتر العرض أفن لاحظوا معايا الأمامية لهذه لغوب بعد معايا المنتصف ونحط هذا الشريط لازم نتحصل على نفس الطول نستعينه هنا بلزي بنجل ونخيط مباشرة هذه نتيجة النهائية التي تحصل عليها هنا سنلصق للجهة الخلفية وبنفس الخطوات سنلصق هذا الشريط للجهة الأمامية هذا لغوب تحف في اللي بستحاد تبعو معايا فقط الخطوات تبقى هنا جهة الأمامية سنلصق معاكم ليمانش عادي جدا نجيب هذه القطعة ونجيب القطعة على ليمانش التي تفصلتها معاكم كما قلت لكم ستكون بهذا الشكل نحدد فقط الحردة على العبت الخياطة ستكون في هذه المنطقة الجهة العليا ستكون فيها لاستيك وأيضا الجهة السفلية هنا مولاة الموادل في آخر لحظة قررت أنها تستغنى على ستكون من جهة الكتفين وحبت أنها تدير هذا الأشريط نحن أعطيكم القيس بالضبط هنا عندكم حرية الاختيار الطول تق هذا الشريط 30 سنتيمتر والعرض هو مطوئ إلى 2 6 سنتيمتر درت له خياطة بالزي كزاق على الوجه الصحيح يعني كتصوه بهذا الشكل تحصل على قيمة 15 سنتيمتر رح نفتح معكم لكم ونفتح هذا الشريط لاحظوا معي الجزء المتبقي كامل رح يروح في الثانيات تقدروا تستغنوا اللبنات على هذا الشريط وتديروا للسيك عادي جدا ديروا كفة وديروا للسيك وإذا حبيتوا تعتمدوا هذا الشريط كما تحبوا نعين المنتصف تلكم وأيضا المنتصف هذا الشريط اللي طول تهو فيه 30 سنتيمتر المنتصف 15 سنتيمتر نعين المنتصف أولا والباقي كامل رح يروح للكشكشة نستعين هنا بلزي بنكل كما قلت لكم اللي تحب تستغنى على هذا الشريط تدير كفة في هذه جهة وتدير لسيك عادي جدا القيمة على السيك في جهة الكتفين رح تكون حوالي 17 سنتيمتر وانتو ما عندكم حرية الاختيار لحظ مآية الباقي كامل رح يروح للكشكشة تبدلوا الاتجاه كما تحبوه لديروا كشكشة عشوائية نفس الشي هذه النتجة التي حصلت لها بعد حكمته كامل بريزي بانجل هنا كنت خيطت معاكم جهة واحدة ورح نكمل خيطت معاكم الجهة الثانية رح نشاركت معاكم لبنات كامل الخطوات ملاحظة مهمة هنا لبنات كتحبو تخيطوا هذا الشريط مما تكسلو هذه القطعة لبنات تكملوا تخيطوا عادي جدا لمنطقة فتح حردة الإبت وبالنسبة لها الشريط 6 سنتيمتر كتحبوا تخيطوا لاستيك بهذه الطريقة وتخيطوا خيطوا عادي في حالة طبيعية نكمل الخيط معاكم جهة الحردة الإبت وأيضا هذه المنطقة 6 سنتيمتر هذه النتجة التي حصلت لها لاحظوا معايا نتيجة النهائية من أسهل ما يكون ما تخافوش كامل اللبنات سهلة جدا سواء في التفصيل ولا الخياطة لاحظوا معايا الجهة واحدة لكم كيف خيطتها وتغط فيها هذا الربط بالبي رح نشارك معكم طريقة على الجهة الثانية بها ما يجيكم طبعا الفيديو طويل نفتح معكم لكم نجيب الشارط المترين بعد بحوالي 5 أو 6 سنتيمتر ورصمت الخط بهذا الشكل على بعد 5 سنتيمتر هذا الخط رح نمشي إليه بالبي عادي جدا لبنات طبعا هذا لغوب شاركتها معاكم بالبي إلي تحب أنها تستغنى البي وتخدمها قماش في قماش كما تحب لبنات خيط البي إلى جهتين لاحظوا معايا الخدمة كيف تكون نظيفة نجي للمنتصف ورح نجيب المقص وندير فتحة صغيرة في هذا الجزء التعبية حاولوا أنكم ما تقيسوش لبنات القماش الفتحة تكون في البي فقط لإني من بعد رح ندخل أشرتة التعبية نطويهم على ثنين ونخرجهم من هذه المنطقة اللي هي الجزء الوسط لحظوا معايا الفتحة راي في البي فقط لبنات ركزونا رح نجيب البي نطويها على ثنين ونخيطو طبعا ما نخليه شاريت نعطيكم القيسات بالضبط نجيب هذا الشاريت التعبية نطويها على ثنين طبعا هذه القطعتين رح يكونوا المنش واحد فقط كل شاريت في حوالي 40 سنتيمتر يعني بنسبة المنش واحد رح يديركم 80 سنتيمتر من البي شاريت ندخله من هذا الجهة ونخرجه من هذا الثقب رح ندخله بين البي والقماش ونخرجه من الثقب اللي درته في الوسط والشاريت الثاني بنفس الطريقة يدخل من الجهة الثانية حاولوا تستعملوا مساك يتكملوا لبنات ثبتوا البي على الجهتين لاحظوا معي لبنات نفوتوا غير بشوية ونخرج من هذه الثقب اللي درتها في الوسط لاحظوا معي يا لبنات بهذا الشاريتين رايح ندير كشكشة تحبوا الطولوا في هذه الشاريتة كما تحبوا تقدو تستعملوا حتى الـ 50 سنتيمتر ما ننصحكم شأنكم نطولوا يسر هذه ناتجة لتحصلت لها بعدما ثبت الشاريتين على الجنبين نجبد وندير كشكشة بهذا الطريقة هذا المنش يجي الدحفة طبعا أنا هنا الطولت أو دغت في 35 لحسب الطلب تحبوا تنقص تديروا حتى 20 كما تحبوا البنات هذه ناتجة لتحصلت لها يبقى لي فقط أني نجمع هذا الغوب على الجنبين رايح نعدلها فقط نجمع ليمانش أولا نهاية حردة الإبت مع نهاية حردة الإبت وأيضا لسيك لحظوا معي من الطبقين تماما نخيط عادي جيدا نكمل الخياطة نعود نفوت إليها كامل بالزيك زاك أيضا الجهة الكشكشة للجهة السفلية هذا لغوب طلطح متر و20 سنتيمتر نشوفه مع بعض النتيجة النهائية هذا الموديل ولي لغوب بنتيجتها النهائية بسم الله ما شاء الله خرجة روعة لاحظوا معي ليمانش وهذه الفكرة الأشري تجي دوحفة طبعا ليمانش تتحكموا في الطوط ترحم كما تحبوا تحبوا ميكونوا طوال بهذا الشكل أيضا هذه الفكرة للجهة العلوية بهم لجيكم هذا الموديل طيح من جهة الصدر تبعوا معي لبنت كامل خطوة لشاركتها معكم أي مبتدئة متخوفة أنا تخيط هذا اللي غوب على السيك تبع وأيضا تلبس ضعيفة أيضا الطول يبقى لكم اختياري تحبوا تديروا هذا اللي غوب طويلة ولا تديروا هاميدي كما شاركتها معكم كما تحبوا 2 متر ستكفيكم تماما سواء تديروا هاميدي ولا طويلة لأنه هذا الموديل يبقى لي منه حوالي 40 سنتيمتر كما قلت لكم الزبونة جابت لي منه 2.4 لاحظوا معي الخياطة وفينيسيون ربعة نتمنى لكم كامل أنكم تتوافقوا في هذا الموديل هنا نكون وصلت معكم من نهاية الفيديو أي سؤال ولا أي استفسار هاتولي فقط في التعليقات ورح أرد عليكم كما عودكم دايما نتلاقوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته